موسيقى 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 formula موسيقى 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 المشاك للحساب وخلت الشيق القانوني اللي خرجنا على حسابه هذه 1500 درهم نعتبرها من طرف الوزارة الرشوة رشوة باش نتخلّوا على المدرسة العمومية و باش نتخلّوا على الشعب المغربي وحقّوه في التدريس العمومي ومشي الخصوصي نحن هي الرسالة دينا اللي كنوجهها للأباء هو أن الخروج دينا للساحة ما كانش يعني فوردة علينا الخروج للساحة نحن عندنا واحد الغير على التلمة دينا هذي أولادنا كيبقى ولدات دينا عندنا غير على اليوم ومبغي نشهد الوضع هذا مبغي نشهد الاحتدام نواقع مع الوزارة ولكن الله غالب جئنا اليوم لنؤكد تشبتنا بمطلب صحبي أو إلغائي أو لنقول على الأقل تعديل هذا النظام الأساسي الذي صار الآن وصمة عارف جبيني الوزارة الوصية جئنا كذلك لنؤكد بأن مطلب الأول الذي يخرجانا هو إسقاط نظام الأساسي نظام المآسي كما يسمي السادة الأساسي ذوي السيدات والسادات جئنا كذلك لنقول بأن خروجنا ليس بالأساسي ولم يكن بالأساس من أجل فوتات تقدمت به الوزارة الوصية من أجل إسكات صوت شغيل التعليمية وإن من أجل سعادة كرامة رجال ونساء التعليم جئنا كذلك لنقول بأننا نمد يدنا من أجل الحوار وإيجاد مخرجين لهذه الزمن التي ألقعتنا فيها الوزارة الوصية بتسريعها بإخراج هذا النظام الذي لحدود الساعة لم يشد إجماعا وطنيا حوله فبالتالي جئنا هنا لنوكيدة عبر هذه الوقفة الاحتجاجية التي ستطلوها المسيرة كذلك بعدها بأننا ما زلنا على الدرب صامدون وما زلنا ننادي ونقول بأن هذه المخرجات التي عرفها حوار الوزارة مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية هي مخرجات غير كافية ولم تستجيب لأقل من 10% مطالب الجال ونساء التعليم فبالتالي مطلبنا الأساس هو صحب هذا النظام نعم الزيادات لست قدمت بها الوزارة هي كذلك جود قدمت به ولكنه غير كافي من أجل استجابته لمطالبنا المادية والمعناوية